موسيقى ومن عالم الثقافة والمال إلى أولى موضوعات حلقة اليوم ومع إنقاص الوزن بين العمليات الجراحية والتمرينات البدنية حيث يشكل النشاط البدني جزءا مهما وأساسيا في حياتنا اليومية للحفاظ على الوزن الطبيعي وتجنب زيادته ومع ارتفاع معدلات السمنة في العالم أخذ الكثيرون باللجوء إلى العمليات الجراحية من أجل التخلص من السمنة المفرطة وتحقيق حلم الرشاقة ولكن هل العمليات الجراحية حققت ما عجز عنه عن تحقيقه النشاط البدني والحمية الغذائية في حل مشكلة الوزن الزائد والتخلص من كابوس السمنة وما أهم الأنشطة البدنية التي يجب ممارستها قبل وبعد العمليات الجراحية لأنقاص الوزن طبعا مشاهدين كل هذه التساؤلات وغيرها يجيب عليها ضيفنا الدكتور أسامة اللالة استشاري الجهد البدني والصحة أهلا وسهلا ومساء الخير مساء الخير اقتعاليها إلك وللساعدة المشاهدين وإن شاء الله اليوم نوصل إلى حلول للناس اللي بتعاني الموضوع السمنة وأنقاص الوزن إن شاء الله دكتور مثل ما تعرفوا نلاحب دائما في جميع وسائل التواصل الاجتماعي انتشار الهوس بعمليات السمنة وأنقاص الوزن فهل هي مجدية فعلا في إنقاص الوزن؟ الحقيقة المهمة جدا فعلا أنه أصبح حسب الإحصائيات لمنظمة الصحة العالمية بأنه ازداد عدد الأشخاص ومن كل الفؤات العمرية اللي أصبح يقبلوا على إجراء العمليات الجراحية بهدف إنقاص الوزن بشتى أنواعها وهذا بحد ذاته إلو أخطار كبيرة عالية جدا وهذا أيضا من ضمن الاشتراطات اللي بتحطها كل المؤسسات الطبية في العالم قبل ما يقوم المريض بإجراء هذه العملية لازم يعرف شو السايد افكت أو شو تبعات اللي ممكن هي تنتج عنها الحقيقة الأكثر خطورة بأنه حتى الآن ما زال البعض بده الحل السحري فبالتالي خصوصا أصبح هي عبارة عن موضة وبين الستات وخصوصا الازدياد أصبح منتشر ما بين الفئة العمرية ما بين الـ 18 والـ 30 سنة هذه الفئة العمرية أصبحوا مستعجلين نمط حياتهم سريع جدا كل شي بدهم تخلصوا منه بسهولة فبالتالي بيلجأوا التوصيات العلمية والصحية المتعلقة في العملية الجراحية العملية الجراحية لها فوائد إيجابية ولكن ضمنها شروط بمعنى آخر مش كل أي شخص يجب أو يقوم في عملية إجراء العملية الجراحية منظمة الصحة العالمية حددت بأن الأشخاص اللي عندهم مؤشر كتلة الجسم فوق الأربعين اللي هو مسميحنا الوزن على مربع الطول بعطيني كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم هدول الناس عرضة لأمراض القلب للسكري لضغط الدم للكوليسترول لفرط التهوية لأيضا مشاكل أخرى في التنفس أثناء اللي قد تؤدي إلى الوفاق نعم بيصلوا إلى مرحلة السمنة المفرطة حتى هدول قبل إنما يقوم بإجراء العملية بقعد معه فريق طبي متخصص كامل أخصائي تغذية أخصائي سمنة بدخل معه أخصائي أمراض قلب أخصائي أمراض رئة أيضا الجراح وأيضا الأخصائي النفسي لأنه إذا لم يكن لديه الاستعداد وهذا أول سؤال يطرح إنه بيغير نمط حياته العملية وسيلة من أجل هو اتخلصه من المعاناة التي قد يلجأ إلها عامل مساعد نعم حسب الدراسات وحسب الطرح اللي طرحتي حضرتك بأنه في نسبة كثيرة من الأشخاص هدول المعرضين لسمح الله للوفاة من جراء العملية إضافة إلى ذلك إذا ما غير نمط حياته بدخل في كابوس الأعراض اللي هي ترافق العملية الجراحية وقد تصل في بعض الأحيان إنه يعيش مدى حياته على الأدوية وأيضا المكملات الغذائية نتيجة الخلل اللي بصير عنده في الامتصاص نعم بعض الأشخاص ممكن غير مدركين بهذه الآثار الجانبية والمخاطر لمثل هذه العمليات الجراحية لكن لو نعمل مقارنة بسيطة يعني من حيث الوصول للوزن المثالي بين التدريبات البدنية والعمليات الجراحية نعم حقيقة هذا طرح جدا مهم المشكلة الأخرى وحتى الآن بعد درسات الحديثة شو عم تحكي فات بطفت يعني أنا ممكن أعاني من السمنة ولكن أنا عندي نوع من اللياقة البدنية عندما نمارس حركة ونشاط بدني هذا واحد إضافة إلى التالي أنه فيه كمان توصية كثير مهمة يعني أحيانا أن تعاني من السمنة أفضل من أن يتم معالجتها بطريقة خاطئة لما نحكي المقارنة بين العمليات الجراحية والنشاط البدني أول قبل نحكي نقطة جدا مهمة لإنزال الوزن ليس فقط الموضوع قائم على غذاء أي سعرات حرارية وحركة ونشاط بدني اللي هو الوارد والمصروف لا هناك منظومة متكاملة لكن معظم اللي عم بيشتغلوا على إنقاس الوزن علشان هيك بيفشلوا بيركز على السعرات الحرارية الواردة وعلى السعرات الحرارية المستهلكة دون الأخذ بالاعتبار بتغيير نمط الحياة بدءا من ساعات النوم لأن كل الدراسات البحثية الحديثة تؤكد أنه قلة ساعات النوم أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم إنقاس الوزن والتوتر اللي بنعيشه بيجي عندي بعدين دور التغذي ودور النشاط البدني لما نيجي نحكي العملية الجراهية أولا مكلفة صحيح في لها مخاطر كثيرة جدا وحكينا فيها احتمالية بعض الدراسات بتحكي من كل متين شخص في شخص معرض الوفاة إضافة إلى ذلك أنه المشاكل الصحية الأخرى المتعلقة بالدوخة المتعلقة بالدوران وبعالية الاسترجاع وأيضا إلها سايد إفكت على المدى البعيد حكينا نقص في عملية الامتصاص وخصا فيتامين دال وفتامين بي تولف إضافة إلى ذلك الكلس والحديد مؤقت إضافة إلى ذلك مشاكل في الجلد البرود الدائمة الإحساس في التعب والخمول كل هذه من السايد إفكت لكن هنحكي نقطة أقرأ أيضا إيجابية إلها جانب إيجابي وهي أنه المريض بيحسن نمط حياته إذا تبع التعليمات اللي وضع له إياها الفريق الطبي السكري قد يمتنع عن تناول الأدوية السكري لأنه دائما عندهم سمنة مفرطة عندهم ضغط دم وسكر كوليسترول أمراض وأمراض القلب قد يؤدي فلان إلى الحد من خطورة هذه الأمراض لما نقلنها في النشاط البدني النشاط البدني مجاني نعم بس خلنا نعرف شو هو النشاط البدني المشكلة الأخرى أنه إحنا كمان نعتقد أنه النشاط البدني هدف الأساسي إنقاس الوزن لا صحيح ليس من ضمن أهداف النشاط البدني إنقاس الوزن لكن فيه له أهداف أخرى كبيرة جدا يعني أعطيكي مثال بسيط جدا الناس الآن كل نشاط البدني عاملينه هو اللي بدون ينزل وزنهم بمارس المشي صحيح علشان هيك ما بينجحوا المشي جميل جدا ومهم جدا من أجل عملية تعزيز الصحة ولكن هل هو فعال في عملية إنقاس الوزن لغير فعال في عملية إنقاس الوزن مع أنها فكرة دكتور سائدة بين الجميع يعني أنه اللي يبغي ينزل وزن يتوجه للمشي بشكل أكبر أختي علي عشان هيك بيلجأوا المصابين بالسمن للمثال العام يشو بيحكي الغريء بتعلق بأشي أو بتعلق بحبال الهواء بيعمل ماشي وبيعمل بيقلل إسعادات الحرب بس الوزن ما بينزل بروح للأدوية ما بتنجح الأدوية أحباب بروح لعملية العمليات الجراحية بشكل أدواحها بنحكي لا أولا ما كتسب في زمن يحتاج إلى زمن لا تستعجل على نزول وزنك النشاط البدني يساعد وأعطيكي مثال بسيط جدا لنفرض شخص عم بيمشي كل يوم ساعة كم كالوريز عم بيحرق عم بيحرق بالساعة رحكي أقصى حد 300 سعر حراري أي ما يعادل كاسة عصير كأنه ما سونا شيء من السهل اكتساب السعرات بينما من الصعب فقدانها يعني أسهل شيء أنك أنت تخزن شحوم وأسهل شيء أنك تخسر العضلات ليش لما حكينا عن المشي غير فعال المشي لا يؤدي إلى تقوية العضلات والعضلات هي المصدر الوحيد المسؤول عن تحويل الدهون إلى طاقة قبل شوء حكينا عن قلة النوم والسهر قلة النوم حتى نحكي المنظومة المتكاملة للنشاط البدني قلة النوم والسهر تؤدي إلى ضعف عملية الأيد الضغوط النفسية تؤدي إلى تدمير الميتوكنديريا التي هي بيوت الطاقة أفران الحرق المسؤول عن تحويل الدهون إلى طاقة إذن يجب علي النقطة الأولى النشاط البدني أن يؤدي إلى تقوية العضلات ولا سيما عند السيدات السيدات التي تمارس نشاط بدني يجب عليها على الأقل حسب التوصيات العالمية أن تدرب المرتين بالأسبوع عضلاتها ليش العضلات؟ لأن النساء هم على فكرة نسبة النساء اللي بيعملوا العمليات الجراحية أعلى من الرجال في المقابل أيضا نسبة النساء اللي بيمارسوا الحركة ونشاط البدني أقل من الرجال فبالتالي بنحكي لهم قووا عضلاتكم لأن المرأة عندها هرمون الأستروجين وظيفة ربانية بناء الدهون وتخزين الدهون من أجل عملية الفيسولوجيا ورجل عنده التستسترون اللي هو بناء البروتين اللي هي العضلات فبنحكي النقطة الأخرى المشي جيد فعال في إنزال الوزن غير فعال في إنزال الوزن هذا نقطة النقطة الأخرى التمرينات يجب أن تكون تمرينات مستمرة بمعنى آخر أنا يوم بأعمل رياضة ويوم بأعمل رياضة لا بدي يكون عندي نمط حياة حتى أحسن جودة حياتي ونمط حياتي يجب أن يكون عندي النشاط البدني ليس بهدف إنقاص الوزن بمعنى آخر إذا غيرت نمط حياتي نمت كويس وبعدت عن التوتر وأكلت كويس وعملت الرياضة راح يصير عندي نزول في الوزن هون بنحكي نصيحة لكل الناس ممكن تمر عليك ثلاث أسابيع ست أسابيع شهر شهرين ثلاث أشهر وزنك ما ينزل لا تدخل في دوامة القلق والتوتر إن وزنك ما نزل استمر على نمط حياتك راح تلاقي إنو الوزن مع الحركة نتيجة تقوى للعضلات لأنو حكينا أبن شوي العضلات لكي تقوى تحتاج إلى وقت صحيح فبالتالي الكل مستعجل بده ينزل بسرعة أقول لك أنا دكتور هيني صلي أنا شهرين عم بسوي رياضة وعم باكل أكل كويس وازني مش عم بينزل لا تستعجل على النتيجة استعجل على تغيير نمط حياتك يمكن الدكتور النتيجة لو كانت مبدئية تساعد المريض أن يستمر لكن مثل ما ذكرت أن الأحباط يصير لما يستمر على الرياضة وما في نتيجة انت عرف شو أكتر نقطة بخليهم يصير عندهم الإحباط أنه كل يوم بيطلع على الميزان كل ما شرب ماء بيطلع على الميزان هذا إحباط بحد ذاته التوصيات لا نستخدم الميزان إلا كل أسبوعين مرة إضافة إلى ذلك لازم نحطها حلقة بداننا النمط الحياة اللي عم تعمل والحركة اللي عم تعملها فيها فوائد إيجابية أهم بكثير وهذه مقارتة مع العملية الجراحية في إنزال الوزن ضغط الدم رح ينزل والتوصيات بتحكي الفائدة الإيجابية لمرضى السمنة إذا التزب في النشاط البدني سيؤدي إلى خفض ضغط الدم بمعدل من 5 إلى 10 مليمتر زئبق إذا استمر في النشاط البدني السكر رح ينخفض وبعض التوصيات بتحكي إن النشاط البدني والحركة المنتظم أفضل من استخدام الأدوية لمرضى السكر وضغط الدم ولكن على الاستمرارية إضافة إلى ذلك اللي هو مريض اللي بدي يسوي العملية الجراحية رح يدخل في نقطة خطيرة جدا وهي الحالة النفسية والترهولات اللي بتصير الزيادات اللي بتصير إذا نزل من وزنه النزول المفاجأ البعض ممكن ينزل من وزنه 50% إلى 30% فبالتالي هذا الجلد الترهولات سيؤدي إلى مشاكل النشاط البدني يؤدي إلى الوقاية من الترهولات نتيجة زيادة الكتلة العضلية أيضا دكتور نلاحظ اللي يخضع لعمليات السمنة في نوعين من النتائج في حدي يعني باثنينتهم يمكن يحصلون النتائج لكن نلاحظ فيه شخص يرجع نفس مكان يمكن أسوأ وفيه شخص يوصل لمرحلة الهزال فباثنينتهم يعني ما وصلوا للوزن المثالي أو الرشاقة المطلوبة الحقيقة في نقطة مهمة جدا يعني الأشخاص اللي بعملوا عملية الجراحية من أجل إنقاس الوزن يفقدوا الشغل اللي بسميها البراق اللي هي الألق بالوش النظارة نتيجة نقص الدهون لأن الدهون صحيح سيئة ولكن إلها جوانب إيجابية مهمة جدا للجسم البشري اللي هي بتعطين الجمال بتعطين النظارة بتحافظ على عمل القلب والأجهزة العضوية ولكن النزول السريع أو النزول الزائد عن الحد المطلوب في كمية الدهون نتيجة عدم الامتصاص الفيتامينات والأملح وحتى أنواع الدهون والبروتينات سيؤدي إلى الهزال وإلى التعب وعدم القدرة على القيام بالواجبات اليومية وبتلاقي داما تعبان وداما يعني ما عنده الحيوية تبعته فقط الحيوية النوع الآخر اللي أيضا بتلاقي لك هي نتيجة أيضا ما تتبع التعليمات للفريق الطبي وخصوصا الأخصاء التغذية والنشاط البدني اللي يلتزم فيها بعض العمليات الجراحية إضافة إلى ذلك صحيح أنه هيقل عنده الامتصاص وحيقل عنده كمية السعرات الحالية المتناولة لكن في بعض الأطعم يتم هضمها في التم زي السكريات البسيطة اللي هي ستؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مباشر نعم هاي نقطة مهمة دكتور اللي ذكرتها من بعد العمليات يجب مراجعة الدكتور لأنه في منهم بعد العملية خلاص أنا عملت العملية ووصلت للهدف اللي أبغي يعني ويتوقف عن زيارة الطبيب فنصيحة لمشاهدين الكرام بهذا الخصوص الناس اللي عملوا عمليات أو يفكر بديم العملية أول العملية الجراحية تبدأ من الدمال فكر هل أنت فعلا مستعدة تغيير نمط حياتك وعلى فكرة حتى من التوصيات للفريق الطبي قبل ما يعمل العملية بيبدوا معا تغيير نمط حياته قبل العملية وبالتالي بيخضعوهم لبرنامج إنزال الوزن قبل العملية لأنه أحيانا تكون خطيرة جدا على القلب نشاط بدني تمرينات بنحكي النقطة الأولى أنك تكون مقتنع أنك تغيير نمط حياتك النقطة الأخرى العملية وسيلة حتى تغيير نمط حياتك فإذا ما غيرت عادات النوم وابتعدت عن الضغوط النفسية وكمية السعرات الحارية ومرست الحركة والنشاط البدني لن تؤدي إلى الاستمرار في الفوائد الإيجابية فالحركة والنشاط البدني حتى لو لم تؤدي إلى إنزال الوزن على المدى القريب ولكنها راح تؤدي إلى إنزال الوزن على المدى البعيد وفوائدها الإيجابية تفوق العمليات الجراحية والأدوية فمنحكي جرعة من النشاط البدني اليومي وسيلة إيجابية لتعزيز الصحة ولقائم الأمراض والابتعاد عن العمليات الجراحية نعم لو قلنا بديل العمليات الجراحية نمط حياة صحي منظم تقترح على مشاهدينا أقترح عليهم حقيقة إذا استخدموا هذه التعليمات سيؤدي إلى تغيير نمط حياتهم خلال 6 أسابيع أن لا يتنازل عن 7 إلى 8 ساعات نوم بالليل ونوم النهار لا يعود نوم الليل قلة النوم وزيدة ساعات السهر تؤدي إلى ضعف في الكتلة العضلية وخفض الأيض النقطة الثانية الابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية وكل أمرك لله سبحانه وتعالى ابعد عن مارس الاسترخاء ابطأ إيقاع حياتك يرتفع إيقاع أيضك ابعد عن الاسترس وعن التوتر أكثر من تناول الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ابعدوا عن كل أنواع السكريات في كافة أنواعها المتهم الأول في زيادة الوزن قبل الدهون نظمت وجباتك الغذائية خمس وجبات يوميا في مواعيد ثابتة إذا نظمت مواعيد أكلي ثابت الأيض عندي راح يرتفع خلي عندك وجبات ابتعد عن الحرمان لا للحرمان وانتظم في الحركة والنشاط البدني دكتور أنت ذكرت تنظيم الوجبات الغذائية أنا ألاحظ أيضا في النظام الغذائي يزيدون الوجبات بينما أن تكون متقاربة ولكن بكمية قليلة يمكن أن البعض يظن أن الرجيم أو الحمية عبارة عن حرمان فلو نوضح لهم هذه النقطة حقيقة هذه جدا نقطة مهمة التنظيم وتقليل كمية الساعة للتوصيات بتحكي خمسة إلى ست وجبات الناس اللي بيأخدوا وجبة أو وجبتين بيصير عندهم منخفاض في الأيض الجسم البشري ذكي جدا لما يعرف أنه أسامة أو عالية ما عم بيأخذ إلا وجبة بيأخذ الوجبة بيخزينها على شكل شحوم فيصبح الجسم كريم بالخزن وبخيل بالصرف فبنخفض الأيض بينما لما أنا أنظم مواعيد أسامة كل يوم بيفطر الساعة ستة بيأخذ سناكس الساعة تسعة بتغدى بأخذ سناكس ستاني الساعة تناعش في مواعيد ثابتة الأيض بظل شغال وهذا بنسميها إحنا بنزيد معدل حرق السعرات الحرارية ولكن التناول الطعام الليلي والاعتماد على وجبة واحدة أحد الأسباب لظهور ما يتسمى المتلازم الأيضية اللي هي الدهون في منطقة البطن وهذه خطيرة جدا وجبات أكتر بكميات أقل ستؤدي إلى رفع الأيض مع النشاط البدني حكينا والنوم والضغوط النفسية سيؤدي إلى خفض الوزن ولا تستعجلوا على نزول الوزن ما اكتسب في زمن يحتاج إلى زمن شكرا جزيلا كل الشكر والتقدير للدكتور أسامة لالا استشار الجهد البدني والصحة يعطيك العافية شكرا لكم